فيه درجاته رسك على قسم التشريح أن يكون معيداً في قسم التشريح دكتور مهيري يعني الشاب أحمد يعني كان هل هو كان طالب ساوي في خلال دراسه في كل الطب بجمع القنطر؟ أنا سمعت بعد كده أنه كان بدرب زملاء في الكلية بس بعدين مش بالأول كان ده وصني بقى بعد كده أنه كان بدرب زملاء في الكلية حتى أحد الأطباء المخيم بقول له محمد سعد عمل كذا كان ده واضح أنه كان تطالب برضو عنده شذوذ عدوانية يعني يقول عدوانية غريبة بالنسبة لوقعت الاعتداء اللي تمت على حضرتك ممكن حضرتك تحكي لنا وقت الاعتداء بالزبط يعني هكذا تمت الاعتداء من خلفه ولا إيه اللي حصل في وقت الاعتداء بالزبط؟ أنا أقول لك اوه كنت بمرة مع المدرس النواب بتوعي قدر أحمد عبداللطيف ودكتور مايكل ماتحط على العناية المركزة لحاكتين كنت بشوف عيان كلا بينزف على الرأة الشمال وبزبط حالته وفي نهاية العيان عامل قلب مفتوح كنت بمرة عليه حامل مبارح قلب مفتوح 14 بعد ما اخرجت من العناية ماش في الطرقة بتاع عناية جراحة الصدر والقلب كده فهي كلمة واحدة اللي اسمعتها دكتور عبدالهادي بصوت عالي ببص لقيت اللي ايه الخبطة وبعد كان ما شفتش حاجة نوع الأداء ايه اللي كانت مستخدمة في الجلمة؟ بتاع تقول كده فرد يعني فرد يعني ده سلح ناري اصلا في الاساس بيتصمعش غير ورشية دوية يعني غير مرخص انا ما افهمش في الاسلاح على فكرة خالد لكن اللي لقيت حاجة سودة كانت ايه فرد خبطني بيه وقعد انا عرفت بعكا انه كان عايز يحبط الخطة التانية بس مايكل حط ايده على دماغي عشان ما يوصلش لدماغي يعني حد حاول اللي هو مثلا ينقص حضرتك من تحت الان اللي هو مايكل ابني ماشي جنبي يعني ماشي جنبي طلابي فالقسم فطبعا لك الدربة التانية مع ده هو ويع من الدربة اللي يبايموت في الدربة التانية فحط ايده ونزلت الدبشك على ايد مايكل شراخت له العظم على فكرة بس هو الحمد لله صالت بيه النهاردة قال لي لا كويس ده كدمات شديدة مع شرخ صغير كده هيقول علاج بس مش هجبس ولا حاجة الحمد لله ربنا الولد مدنوش حاجة الحمد لله بعد كده خدوني الععلان مبكزة فوقت بقى خدوني محليل وديني مهدئات وفمتانيل وحاجات شك صدمة كبيرة لحضرت طبعا طبعا من خاصة من يكون من احد ولادنا في الكلية بس ان اولادنا في الكلية هتعاملوا مع اساسيتهم كده ده دي باديرة خطيرة جدا في جماعات مصر دكتور عبدالهادي يعني حاجة سيشيري واساس جامعي كبير وخرجت اجيال كتيرة جدا في مجال جراحات القلب يعني حاجة شايف ان الموقف ده ذاته بشكل انساني كان صدمة لكل الزملاء في القسم في العمل رجة كبيرة جدا ان دي جريمة ترتكب داخل الحرم لجميع لجميع كنت محضرين نعمل عملية ما دخلتش الحالة من نفسية الشباب اللي كانوا يشتغلوا اه انا مش عارفين مش قادرين نشتغل نفسيتهم تعبد يعني في الوقت دك انه ممكن ننقذ مريض تاني تاني ما دخلش تأجل لان هو اصلا الناس كلها حصل لها زي ما تقول رعب زعر نفسي لأ خلاص يعني افلوا حتى بقول لهم بعد ما فوقت انه مدخلتوش الطفلة النهاردة ليه قالوا مش قادرين نشتغل مش قادرين نشتغل كان فيه اخبار تدولة اللي هو كان بيحاول يضرب حضرتك بالسلاح الناري اه اللي قالك كان ده بقى شهود الجماعة كم شاهد في القضية او في الموقف ده كان محضر اتنين الدكاثرة بتوعي بس اه قالوا كان بيشد على زينات اكتر من مرة بس ما اطلعتش هنا تصادف ان كان فيه عطل وقت اطلاق الزينات ده ده رد بينه الله خير الحافظ وارحب الراحمين وعلى نيادكم ترزاقونا دكتور الحمدلله انا كنت رايح مش مروري النهاردة خالص انا رايح عشان انقذ عيان كلب ينزف ورايح عشان خاطر عيان قلب مفتوح عامل ان برحبو الصعبين فقط حضرتك قلت لي كلمة قبل اللايف كده حضرتك فكرها ما بتنصحنا وبتقول لي ربنا طول ما انت مع ربنا ايوه اتتق الله عمر ربنا ما يتخلى عنك عمر ربنا ما يضيم ريالك فيه عشان تكون عارف عصد ده مش مواقف يعني المواقف كلها بتقول كده طبعا اي انسان بيتتق الله في شغله انا استاذ على فكرة متفنغ بقالي ثلاث سنين ومر في الجامعة زي استاذ عامل زي مدرس عامل في الكلية بمر بانتظام كل يوم سب بعلم تلميذي محاضرات كل يوم سب بعمل عمليات اخش عمل عمليات الصدر لهم علمهم ما بيشتغلش كده وخلاص مش عشان اشتغل عشان اعلمهم زي يشتغلوا عشان دي امانة انا بيقديها دي امانة انا بيقديها وغيرت ما موت لو كنت موت يوم ما يبقى خلاص الحمدلله يعني هما يتشاهدك كنت مر على عيانين خلط يمكن بعض المصادر اكدت لينا ان اسرة الولد الشاب اللي هو المخصص في قسم التشريح حاولت ان هي تتواصل معاك اي نواية للصور لالك قال لي والده والدته ايام ما كان في قسمنا وقالتلي يا جماعة ابنكم بيعمل حاجات شاذة جدا من فضلكم شوفوا الولد ايه مشكلته حد مزعله في البيت حد بيضغط عليه طبيب نفسي يشوفه مقدرش والده عليه طبعا والده رادل طيب جدا النهاردة يعني النائب العام او النيام العام او اذرت بيام بحافس المنتهم اربعة ايام على لزامة التحقيقات في واقعة الاعتداء على حضرتك وحيازة سلاح بدون ترخيص شايف النهاردة يعني الحرم الجميع دي كدسية كبيرة جدا ليه معايير في انتقاء الطلبة والطالبات في مجال الطب ايه اللي النصايح او ايه الوصائح اللي حالك ممكن تحرس عليها ان انت توجهه لمجلس ادارة جامعة التنطا ايه النصيحة للكليات ولد جامعات على مستوى مصر مش لجامعة التنطا بس ان مفروض في حاجة اسمها انترفيو لأي طبيب يستلم طبيب مقيم او اي طبيب يستلم معين لما يكون ليساكن داخل الجامعة زي بالزبط القضاء القضاء بيعمل انترفيو لتقييم نفسية وثبات فعالي للشخص اللي يخش في القضاء او شخص يتعامل مع مرضى من عدبه ما هو الطبيب مع نفس بشرية فحضرتك اما يكون احنا بنعملش انترفيو قانونا دي حاجة مش كويسة اصلا لازم يقنن انترفيو ولا يتهم لقدارته الكلية ولا اللجنة المشكلة لأي حاجة لان الاسف الشديد لو عميد الكلية او رئيس الجامعة اختار واحد مثلا لأي حاجة يقولك لا دا السوا دا ابن فلان وقريب فلان مفروض يا فيه لجنة انترفيو مشكلة من أستاذ طب نفسي أستاذ أستاذ عادي سواء جراحة او بطنة أستاذ قانون حد من الاجتماعيات كلية خدمة اجتماعية حد من كلية اداب اللجنة دا تشكل بمعرفة رئيس الجامعة للعمل انترفيو الاشخاص متقدمين بالذات لوزائف المعيدين بصير المعيد دا يعني معلش دا بيبقى خلاص لبس في الجامعة البعض يا دكتور ردد يعني بعض الأمور نتأكد منها ونقل المتابعينها حاول ان الطالب دا حاول ان هو يعتاد على زملائه او زميلاته اثناء فترة الدراسة او حاول ان هو بالفعل اختيال دكتور امل حلاو رئيس قسم التشريح بجمع التنطق هو فعلا هدد دكتور امل حلاو بعد المرأة عندها هدد البعضين اللي هناك كلهم وهدد دكتور امل حلاو اقتلها اقتلها عبر رسيل واتساب او حاجة نصية او حاجة ما اعرفش بيه بقى او منهم من زملاء بالقسم بعد الواقع اللي حصلت لحضرتك لأ قبلها اخوزة ما اقتلت مني الملف اصلا بتاعها عشان ترفع مزاكرة للجامعة متضمنة مزاكرة جراحة القلب والصدر جزائيات اللي اخدها زياد مزاكرة ملحقتش ملحقتش الولد قال انا اقتلت راح يوم الثلاث مش عارف كان رايح يعني يعمل ايه بالزبط اقتلها الاول ولا ايه ما اعرفش ملحقتش فقال لك بروعة الراجل اللي بعت لها البلاغ اللي هو انا بقى حضرتك الحمد الله يعني ربنا انفضل حضرتك جدا في الواقع دي اول نشاط حضرتك عملته ايه بعد تمثلت للشفاء وخرجت المنصاشة الحمد الله انا روحت مبارع الساعة واحدة بالليل او اثنين بالليل من المستشفى بحيث ان انا كويس عملت اشعة مقطعية مرتين مرة بعد الحادث ومرة الساعة 11 بالليل لما استاذ المخ والعصاب الدكتور احمد و الدكتور اشرف قلول ان انت كده تمام هل حصل تواصل لنجانب الدكتور احمد غنيم عامل كلية طب و الدكتور محمود زاكر رئيسك جمع مع حضرتك لا الدكتور احمد غنيم جال لغاية عندي وسلم علي وطمن علي لانه طبعا ده تاريخ صداقة قديم من عام السايد الوالد كمان تمام من عام السايد الوالد ومن ايام كمان دكتور سامر رمضان صديق شخص لي فهو حماد وده سامر رمضان ووالد غنيم فطبعا ده صداقة قديمة قوي فطبعا تطمن عليها بصفة انسانية وليس بصفة اقدارية اما رئيس الجامعة مش علاقة بينها يعني والباج المجاش طبعا كان في تحرك فاندم من الجهات المعنية بالتحقيق بالوصول للحقيقة والوقوف عليها وخاصة ان البعض اشاع قال ان ربما يكون المستاذ الجامعي متمثب دكتور عب هادي فيه علاقة عدائية ما بينه وما بين المعيد المقيم او سبق لي ان هو نقله من قسم جراحة القلب لقسم التشريح ايه الايرادة؟ ده هو الوضع استقال لانه لقى بياخد جزئات عندنا مجلس القسم يطلع فيه مذكرات بياخد جزئات قال لك ده ما خدت الجزء من هنا يبقى مش هتعين اما راح شوف قسم تاني اكاديمي اتعين فيه ما اقول محدش يكلمني هو يفكر كده يعني عنده تفكير سوي احيانا هو ده تفكير سوي على فكرة اللي هو يقل من قسم القسم ده نوع من تفكير سوي انه يقدم في قسم تاني هيتعين فيه من الاول غير القسم اللي اخدت فيه الجزئات مش هتعين ده ده تفكير واحد سوي جدا على فكرة جدا ما عرفش ايه تفكير والله كي امراض نفسية بتفصر الحاجات ديت اساس طب النفس يقدروا يفسروها حضركم النهاردة متواجد في مكتبك في اجريت عملية جراحية لأحد المرضى ايه الرسالة ان انت حاجة حريصة ان انت تذكرها لهذا الشاب هو حنين يعني مقيد داخل محبسه بعد قرار حفزه اربع ايام هي رسالة اوجيها لقاله اصبروا وربنا معاكم وربنا يعني صبر قلبكو وعلي منوكو عمله بس هم عندهم بعض الاخطاء برضو ان انا نبيتهم ايام ما كان عندي ابن وكر فيه حاجة غلط لو سمحتوا دوروا عليه ان كان مفروض اللي هم اتخذوا والده والدته قطعوا ان نازش الجيء بس الاسف الشديد كنت قابلوني وقابلوا الدكتور عليق وقابلونا كلنا قال لهم ابن وكر فيه حاجة غلط لو سمحتوا دوروا عليه بس مش اكتر وطبعا تقريبا تقريبا الله أعلى مجمونا قلوله فقال لهم لا أنا مش حيان ده هم اللي عينين سمعت الكلام ده يعني بس الحمد لله يعني أنا شايف ان احنا يعني الرسالة لقاله ان هو يعني انهم ما غلطوا في الاول انهم ما عارفوش ان السلوكات العدائية دي الناس اشتكت منه وكان المفروض يتنبعوا الحال دكاوي الحقوق ويقضوا غصب عنه يودوا الدكتور نفسي عالب وطالب حتى ما كان يدردونه لا دكتور عبدالهيدي أستاذ جراحة القلب ويعني احنا متوجدنا النهاردة معاك كنا حرسين اللي متابعينا وكل الدينس يتطمنوا على حضرتك وفي نفس الوقت يعني نأمل ان شاء الله تستمر في العمل تالية أخيرة أقولها لحضرتك أنا بشكر جميع ما نتصل بيه في جميع ومريب باس العربية أنا جال أولادي تليفونات ليقل عن 3000 تليفون مبارح من أول حدثة لغاية النهاردة الساعة 11 هم تليفون بيرودوا على أن كنت نهام في قط بحاول استريح لشينا أصبح فيها ولائها يدها يخلصها كان روح عمل العملية زي ما انتشاهدني كيف نتصاشفة دلتا الدولي باشتغل فطبعا أكيد كنت لازم استريح بالليل يعني شكرا لحلقة تحت أمر شكرا لزيلا